المحاضرة او اللقاء الماضي في اسكندرية كان استكمال الكلام اللي قلناه هنا قبلها وكان عن حروب او حرب الرب ويمكن بعضكم يكون شافي الفيديو على اليوتيوب واللي ما شفهوش بنقوله باختصار انه كان استكمالا لفكرة المشاركة بين الانسان والله وانهما معا يشتركان في انشطة الحياة وبالتالي بتيجي فكرة القربان اللي نقشناه هنا بيحدث ايضا اشتراك عند الحرب وانه حروب الرب هو فصل مشهور او جزء كبير من التراث او الموروث اليهودي وبيننا في كيف يشتد العطو معا استعمال الشراكة دي بين الله والانسان سواء في اليهودية او بعد كده عند المسيحيين وايضا عند المسلمين اه على نحو على نحو مجازي جاهد في سبيل يسوع كما يجاهد الجندي الصالح في سبيل سيده وايضا في الاسلام وايدناهم بجنود لم تروها وبالتالي فالمشاركة هنا علشان كده لما بيجي انتصر المسلم يقول الله اكبر كأنه بيعلي شريكه في المسألة وده طبعا شيء خطير لانه قابل الاستعمال من اي جهة يعني انا هاجي دلوقتي واقول انا المسلم الحقيقي وبالتالي انتم مش مسلمين حقيقيين هذا الادعاء زي ما قلنا في محاضرة مما لا ينضبط يعني مش معيار وهنا بتيجي خطورة التحرك في المجتمع باسم الاله ووفقا لمعيار الايمان الذي يصعب قياسه يعني وقلنا في محاضرة شار الفاتو في اسكندرية ان الايمان مش مش لحية يعني مش معقول انه كل ما نطول اللحية كل ما نبقى مؤمنين اكتر وبنلفت النظر النهاردة الى ان احنا لما بنناقش سنة اليهوديات وموضوعاتها المختلفة احنا بنعملش ده بالشكل المدرسي اللي بيدرسوه في اقسام مثلا العبري كلية الاداب وبيطلعوا مش فاهمين حاجة اصلا في الموضوع احنا بندرس عشان نشوف ذاتنا متجلية على مرآة الاخر يعني لا يمكن ادراك الذات بعيدا عن اخر متفاعل معها واحنا هنا مش بصدد تفاعله بس يعني انا بقى مقتنع على انه هو المنظومة العقائدية دي واحدة وليها تجليات متعددة وانه الاصول العميقة لما يسمى بالديانات التلات يقصوا الوحدة وده اللي عرضناه في اللاهوت العربي وفي اللاهوت العربي جات اشارة في نص صفحة كده للموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده اللي هو اخرة الايام او اخريات هايا ميم عند اله في المفهوم اليهودي بس قبل ما نروح له خلينا نلقي نظرة تاريخية مش دينية الدين فيه تأويلات كتيرة وفيه نصوص لها طبع رمزي كثيرة ولو لها لا يظل الدين موجودا يعني لو جنة لو شفنا في تاريخ الديانات ديانات محددة المعالم واحد اثنين ثلاثة دي ما تعيش تنطمس الدين بيبقى عبر عمليات التأويل والاشتراك الذاتي مع النص بحيث ينتج اشياء كتير معاني مختلفة فنون متعددة فلسفة احيانا فيتفتح النص الديني زي ما في بداية السنة شفنا زي ان في لون السكنداري كان من الناس اللي احيوا الديانة اليهودية وان فعلا لولا الجهد السكنداري المتمثل في ترجمة الطوراء الى اللغة اليونانية بدل العبرية اللي كانت اندسرت حتى مع اليهود نفسهم يعني هو في لون نفسه ما كانش بيعرف حيبري ولولا الترجمة اللي عملوها البطالمة تردية للجماعة اليهودية في الاسكندرية لم يكن بمستطاع في لون ان يقدم تأويلاته الرمزية للكتاب المقدس او للطوراء تحديدا وبالتالي كانت انغلقت هذه الديانة على ذاتها في منطقة فلسطين وكانت اندثرت زي ما كتير من الديانات اندثرت بالمناسبة وهنا ننبه لشيء لما بنجد نتكلم عن اليهودية بشكل تلقائي نجوح احنا كمستمعين مسلمين او مسيحيين ننظر الى ما يقال في ضوء ما قدمه الدين بتاعنا للموضوع يعني لو قلت وكان موسى النبي على طول يجي جاي في بل المسلم القصص القرآني وموسى واذا قلنا الانبياء الصغار يجي في زين المسيح على طول اخر جزء في العهد القديم اللي هو بيتعبت بيه وده مش صحيح خليكي قعدة مش مهم ده موسيقى اهو طفل تاني دخل واحد طلع ودخل واحد تاني المسألة اتفضلي المسألة دي بتحدث تشوش زهني في الصورة ليه لان احنا شفنا في الشهور اللي فاتت انماط من اليهودية اليهودية الاسينية مسلا والابيونية مش جيبنا الطورة بتاعتهم دي حاجة تانية غير اليهودية دي اللي موجودة في اسرائيل او المشهورة اللي بنسميها اليهودية الحاخامية او اليهودية التلمودية او اللي انا يوميا قلت دي اليهودية الرسمية فقام واحد يظهر فلسطيني ولا ايه وغضب جدا وهيسيب كل المواضيع ونتعلق في تسميتها اليهودية الموجودة في اسرائيل بشكل عام هذه احد صور اليهودية وجايز كان الابيونيين اذا تيسرت الظروف هم اللي يستمروا وبالتالي كان يبقى عندنا شكل اخر او الاسينيين اللي ليهم التوراة الجميلة دي اللي قرنا منها نصوص ورقية جدا بالمناسبة كانت هالت اللي تستمر فبالتالي لا يجب ان احنا نسارع بالنظر الى الموضوع اللي احنا بندرسه في اليهوديات في ضوء عقدتنا احنا الاسلامية ماينفعش حتى لو تشابهت المسميات يعني مايجيش واحد زي واحد بقاله اسبوع كل يوم يبقى لنفس السؤال وانا مش هايز اجاوب عليه لان السؤال نص الاجابة ما رأيك في قوله تعالى في المسيحيين اللي قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث سلاسة ما ردش وده نادر يعني ما بيحصل مرة في الالف يبعثوا تاني واضح من صيغة السؤال اولا هم المسيحيين اللي نعرفها دي ما قالتش ان الله ثالث سلاسة قالت فيه ثالوس والثالوس ده بيمثل اله واحد عشان كده واحد من الاساقفة الكنيسة كان يقول احنا ديانة التوحيد قبل الاسلام ليه عم قال علشان الاقانيم الثلاثة احنا بنضمهم في اله واحد فبنوحد الصور المتعددة في معبود اساسي وبالتالي احنا الموحدين ده رأيه انما القول او الاعتماد على القول بان الله ثالث وبعدين عايز بقى يشوف اللي هو جاره المسيحي ده ويحسبوا على دي ويحسبوا على مريم ابنة عمران فالتاني يقول له لا مريم ابنة يواقيم يقول له لا ابنة عمران وقال لها هزي اليك بجزع النخلة يقول له بيت لحم ما كانش فيها نخل عمرها ما كان فيها نخل ومش منطقة زرعات نخيل لا كان فيها نخل فبيلزموا وفقا لمعتقده هو بامور ثم يعاقبوا عليها ونفس الشيء بالنسبة لليهود النهاردة مر علي حديث غريب جدا ولقيته في البخاري الجزء السادس بلغوا نصه كده يعني مفروض صحيح وانتكلم دلوقتي في حكاة صحيح دي بلغوا عني ولو آية وروا عن اليهود بلا حرج حديث انه يهود انصح يعني حديث اليهود اللي كان نبي بيشوفهم طب ايه رأينا بقى في انه يهود يثرب زي ما بيتقول الدراسات اليهودية نفسها مش يعني مش كانوا في زمن ظهور الاسلام وقبل كده بقرنين يشوفهم انه يهود يثرب دول مش يهود دول متهودين ولو حد منكم جاب الكتاب اللي قلتلكوا عليه بتاع اسرائيل ويلفنسون هاي لقيه وهو يهودي والكتاب العربي هو نفسه اللي بيقول هذا الكلام لانه يهود يثرب دول ما عرفوش التلمود مثلا وهي اليهودية الحخامية دي يهودية تلمودية فاحنا ننتبه انه في فرق بين منقشة اي قضية من حيث عمقها التاريخي او من حيث وطبيعتها الدينية فضوء كده عايزين ندخل الى موضوع كلامنا النهاردة مدخلا تاريخيا يعني زي ما بنقول كل مرة ننسى لمدة الساعتين دول اعتقاداتنا ومذهبنا وافكارنا وكده وبعدين نبقى نرجع لها تاني بعد المحاضر يعني بس ندي نفسنا فرصة ان احنا نشوف الموضوع بشكل متجرد قليلا نفهمه وبعدين نرجع نبقى زي ما احنا عايزين تاريخيا وبعيدا عن النصوص الدينية البشر البشر ترى وكان في المنطقة اللي هي منطقة جليد وقتل يعني حد ضربه حوالي تلاتين سنة عمره وبعدين الطمر يظهر كان فيه نهيار جليد يعني جليدي او كده فالطينا منعت عنه الهوى فلم يتحلل واكتشف من كم سنة ولو بحثته عنه هتلاقي فيديوهات وبرمج كتير عنه طيب ده انسانه هتلاقي خمسين ستين الف سنة مسلا وعندنا اشارات كتير الى ان الزمن الانساني ما يسمى بزمن مقبل التاريخ كان ممتد في حدود المليون سنة عايش هالانسان ازاي زي الحيوانات بالظفر بس الحيوانات احسن منه ولا زالت هنقول ازاي يعني هل فيه اي نوع من انواع الحيوان ولا الطيور ولا الكائنات الحية يعني عمل حرب ابادة للنوع بتاعه مفيش يعني مفيش قسود قاموا مرة في غابة وقالوا احنا بس اللي تبقى لنا الغابة دي وفرائسها وراحوا موتين الباقيين طيب لو جات بنت دلوقتي لابست قصير زي ما كان الشهر اللي فات راحوا لعادة متلمين عليها هنا كان لسه بقى القوانين ما ظهرتش قوي فالنوازع المعتمة لسه صح صحة كانت غيصة هنا وانا عاد قبل المعاد بتاعنا لعادة لمو مش عارف ايه واحد شعارف شدها من كزا وراح تيها شتماه عايزي قصو بيتحرش بيتحرش ايه التحرش تحرش جنسي طيب في كل الكائنات الحية الجنس ليه وقت مخصوص مش اه الا الانسان خلاص لكل الكائنات نظام المدام بتقول الاسد الاسد الليه نظام صارم جدا ولسه من سبوعين كده شايف فيلم عن قصود الافريقية اللي هي العظيمة دي حاجة غريبة جدا قصية جدا انه ابن حاجة غريبة جدا ان kissing وج دوسع حاجة غرoute جدا ان اه خلاص كده? اه لما ده محمد موجود يبقى كل المشاكل هتتحل. كنا بنقول ايه? عانفين كان كان واحد من اسات زيتنا الدكتور محمد علا بورياني. يقعد في المحاضرة وينسى الوقت. ايه مفروض مسلا المحاضرة ايه? ساعة ونص في قعد ساعتين ونص يتكلم وبعدين وياسها كده وياه? الفلسفة. وبعدين يقول انتو سنة كام? حتى اجي يقول دي مادة ايه? انتو سنة كام? مهم. فاحنا كنا بنتكلم عنه. رجع الاسد الابن ده. فالبقات تلاتة كانوا او اربعة هتلاقوه على الشانل والحاجات دي. واقفين بقى يبصوا كده فرح ما اجب مين رح كاسر رجل الاسد الاولاني. والتاني راح بقى عشان ايه? يموت في صمت وسلامه. لازل جديد اعمل حاجة غريبة جدا. فيه اشبال صغيرين خالص كده راح موتهم. واللي بقى توقفين يبصوا كده. ليه? اللي هم بقى المتخصين. قال لك لان لولا كده لن تقضل لبقات بعمليات التناسل يعني. يعني هي مشروطة بشيء. يعني اكيد هي فيها امتاع ما زي ما الانسان في امتاع. انما لها اوقات مخصوصة. بحسب دورة الحياة. وكل ما تكون دورة الحياة قصيرة. كل ما يكون الفعل ده كثير. عشان التناسل. عشان كده الاكثر سفادا يعني لقاء العصافير. بس السبب. الانسان مش من اقصر الكائنات عمرا. ومع هذا قال ده عنده ملك يمين وده عنده مش عارف آآ واهب وده عنده اربع زوجات. اربع زوجات تقليد يهودي طبعا. مش اسلامي. عشان لما حد ايه يعضي هاجم الاسلام. قلو له احنا منا. هما اللي عملوا كحاكاة دي. تخصيص الزوجات باربعة بس. وفي الكتاب المقدس الصبح وانا بقى ركيب استمتع كده. يقولك ان في اخريات هيميم دي بقى. البنات ارشاليم اليهوديات يعني هيروحوا كل سبعة يلفوا حوالين راجل ويقولوله خدنا معاك احنا نكسب قطنة. يعني بيشتغل عندهم وظائف يعني. وبتاع ولكن ادينا اسمك علشان نعيش بيه. شوف الصورة. هنرجع لها بعد شوية. انما فكرتنا دلوقتي انه الانسان مستولاش على الكون لانه ارقى. واللغة اللي بيستعملها دي ما اصبحتش اداة كبرى الا لما تساكن في مكان. ما هو? خلال مليون سنة كان فيه اصوات تعبيرية وحاجات كده. بس ما كانش فيه اقامة في مكان. جماعات بتقتل في بعض وتاخد النساء اطفال لهن. والدراسات المتخصصة في الموضوع ده. قالت ان المرأة في هذه الازمنة الصحيقة كان الحيض يدفع بدم كثير من جسمها. فكان عندها احتياج اشد للبروتين والرجل هو اللي بيستعمل. فبيكون اللقاء ده مش للتناسل كان مكافأة. ده مش موجود في العالم الراقي بتاع بقية الحيوانات. مفيش في العالم الراقي بتاع الحيوانات انه في نملة بتتمرد على الملكة. ولا انه ضبور من النحل مش هيقدر يطير ورا الملكة علشان مش عارف يلتقي بها مرة وبعدين يموت وتلسعه. لا. هو بيشتغل بالفطرة الاولى. وبالتالي حياته نقية جدا. الانسان لا. طبيعته الاولى متحقيقة. وما فيش فيها مشكلة. وما زي ما قلنا المراحل العمرية اقصر كانت بكثير. في هذه الازمنة. والاوبئة بتحصد. وبيتناسل بكمية كبيرة. ولما ترقى. وعرف ان في بعض الحيوانات. الداجنة. والمستقنسة. احتاج للرعي. فكانت منطقة الشمال الافريقي. لعشرات الالوف من السنين مناطق رعي. يعني. ماشي بمعيز مع مع العيال مع النساء مع العشان بياكل لما ما لقيش صيد. بس عايز لهم مرعة. حدث الجفاف بقى العظيمة. اللي هو من خمستاشر الف الى عشر تلاف سنة. ده بنسميه زمن ما قبل الحضارات. في ايه? في استقرار الانسان عن المكان اللي فيه سبب الحياة. المية. عشان كده نشأت الحضارات فين? على ضفاف الانهار. هنا وفي العراق وفي الصين وفي الشام ما هو. دي المية اللي هيعيش منها. طيب. لما تساكن البشر اصبح هناك ضرورة لضبط التفاعلات بين الناس. معادش ينفع بقى. ان واحد يطلع فيلاقي واحد طلع من البيت اللي يجيب موته واخد. لا. لابد من عمل ادوات ضبط اجتماعي. الادوات دي في منها ما هو عام او مكتوب او هنسميه او بيسموه على مقل الاجتماع. وسائل الضبط الرسمية. اللي هي بتبدأ من قانون العقوبات لحد مخالفات المهور. ده ضبط رسمي. ما بيحافظش على القانون او الاعراف اللوائح اللي موجودة دي بيعاقب. انما الضبط الرسمي لا يستطيع ان يلاحق كل شيء. هو بس بيبقى اطار عام. ضابط لحركة المجتمع. علشان كده الجماعة اللي هم داعشيين وحزميين والهم ده كله. اخطر حاجة كنت اقول كتير من سنتين ان العدو الاكبر للاخوان المسلمين هو القانون. ليه? لان هو عايز يتمدد من حيث رغبته الذاتية بدون ضابط. علشان كده الاتجاهات دي تكره جدا القانون. بكل الوسائل المستعان بها لانفاز وتحقيق القانون. فاكره الشرطة. وبعدين الشرطة ما فيها وحاشة طبعا. فيه زابط نباحث بيتعامل مع مجرمين فبيستجرم فبيضرب واحد فمش يقول لك ايه لازم سقط الشرطة. طب ما فيه شرطة السياحة مسلا. طب ما فيه شرطة المرور مسلا. يقول لك لا ده انا كنت مرة داخل وبعدين بتاع شرطة المطرح ايه اللي مش هافيه راح بصص لي كده. طب يعني عايز ايه? عايز يهد الشرطة. ما ينفعش. ليه? لانه لا يوجد مجتمع بدون وسائل ضبط رسمية. بس دي مش كافية زي ما قلنا. هناك وسائل ضبط عرفية. يعني مش مكتوبة. الاجيال بتقولها لبعض. وسائل الضبط دي زي الضمير. هل فيه حاجة مكتوبة بتقول الضمير يقول لنا ايه? او نعمل ايه في الموقف الفلاني? لا. ده المنظومة القيمية بيعبر عن تكاملها باسم حاجة ابتكرتها مصر القديمة. الناس بتحبش كلمة اخترعتها. هي فكرة الضمير. وزي ما قلت لهم في اسكندرية انا مندهش. ازاي احنا عايشين في الطراوة كده وكتاب زي بتاع فجر الضمير ما يبقاش مقرر دراسي. في كل مراحل الثانوي. مسلا. لان الراجل بيتتبع فيه. ازاي مصر قدمت للانسانية مهما كدش موجودة قبل كده. يعني ما فيش في الحضارات الانسانية حاجة اللي هي بقت موجودة يعني او معروفة جدا دلوقتي لدرجة ان احنا ما بنفكرش ايه اصلها. ودت فكرة الحب. اللي هي تم خلطها بين مشاعر انسانية اخرى زي الامومة. ويقول لك حب الام لأ. الامومة دي عاطفة انسانية. وتم تطويرها. وتطوير مفهوم الرعاية الامومية. هي قاطب عن طبيعة في البشر. بس الحضارة او الحضارات المتتالية ديتلاقي الشكل. انما الحب اللي طلع في مصر القديمة برضو. ده شيء غير الابوة والبنوة والامومة والاخوة دي مشاعر اخرى. خلطنا نحن المعاصرين في زمن التشوش. المعرفي ده. خلانا مش قادرين نميز دلالة المفردات. وبالتالي مش عرفين نضبط تفكرنا. لان احنا في النهاية بنفكر من خلال كلمات مفردات. فلان دلالتها مش منضبطة في ازهاننا لان احنا ما تعلمناش كويس. وحتى التعليم اللي مش كويس ده كان له اشكال ازهاري مع حكومي مع مش عارف. فكانت النتيجة فوضى في الافكار. المهم. كان من المبتكرات المصرية القديمة فكرة الخلود. ليه? لما كان الانسان عايش زي بقية الكائنات الحية. ما كانش عنده شاغل بدا بفكرة الموت. ما عايشه خلاص. بيدربوا بتاع لحد ما يضعف. فحيوان ياكلوا بقى او يسوبوه وهم بيهربوا فحاجة تفترسه او هو يقدر عليها فيعيش شوية تانين. وخلاص واللي بيتولد بيتولد واللي بيموت بيموت. مفيش دوشة في الموضوع ده. طب الانسان سكن. في الازمنة السابقة على الحضارات. على الدولة الاديمة على سومر على كده. دي طبعا حضارات مكتوبة مسجلة. انما قابليها في الفين تلات تلاف سنة سكنة. بيحاول الانسان ينظم حياته. فبيشوف الاب والام والجد والجدى. وبيموتهم. وبيتدفنهم. طب بيروحوا فين؟ الاشياء مستقرة. فهو كمان عايز يستقر. القلق ده. قلق الانتهاء. تم معالجته بعدة اشكال. في سومر القديمة. تم معالجته بشكل مادي جدا. وزي ما اتكلمنا قبل كده عن جلجاميش. جلجاميش كان بيعمل ايه؟ بيدور على نبتة الخلود. عشان انكيده صاحبه. الطور السماوي ده دربه وكده. عايزه. كأنه هو اللي خالد يعني. ومش هيلاقيها. في اليونان القديمة حلوها على المستوى برضو او الاسطوري. بوجود مشترك بين الهة والبشر العاديين. اللي هما انصاف الالهة. اللي زي بقى هركليز والعيال دي. مصر القديمة حلته ازاي؟ باستبقاء الانسان بدنا وروحا. بدنا عن طريق ايه؟ التحنيط. وطبعا كان فيه علم كتير مطلوب. ابسطه الملاحظة اللي عملت رجل الطين. انه هو يعزل الجسد الميت عن الهواء. عشان كده النطرون والقار كانوا مهمين جدا. وعشان كده آآ ودي النطرون ده اللي كان اسمه ودي هبيب في الزمن المسيحي ده كان يعني مصر القديمة كانت في الوادي مش في الدلتة. شوفوا العذاب بقى علشان بالوسائل القديمة ما كانتش فيه بقى لمايكروباس ولا طيارة. عشان يروح ينقب عن القار هناك والنطرون عشان هو بيعمل الفاصل ده. فيبقي الجسم. لحد ايه? لحد ما ترجع له الروح. فاصبح هناك مفهوم ثاري جدا للفرد. طبعا ما ظهرش بين يوم وليلة. يعني هما مش ناموا كده قاموا الصبح. قالوا بس الانسان ده الكا والبا والاخت وكذا. لا 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 لا. دي افكار بنيت. وكان فيه مفكرين وحكماء وكهنة بيطوروا العلوم في المعابد. دي كانت مؤسسات ضخمة. احنا بنسطحها دلوقتي على اعتبار ان ده ماضي يعني قديم. انما الحكاية ما كنتش يهزارهم. ما كانوا عارفين ان اللي بيعملو ده هو اللي بيدعم المجتمع. بالتحنيط هيستبقي الجسد وبالفكر هيوجد فكرة عبقرية. ان الانسان ده بالاضافة الى وجوده المدي المحسوس له وجود اخر اللي احنا هنقوله عليه دلوقتي الروح. بنجمع كل القوة دي في الثقافة العربية الاسلامة ونقوله الروح. انما هم كان لها اقسام. فيه الروح الحافز. وفي القرين او اللي احنا هنقوله عليه القرين. بس دي مجموعة روحية محيطة بالانسان. وان دي هتستنى. لحد ما ترجع. ليه ترجع? عشان الانسان يتحاسب. مشوفوا الفكرة. لو انت مضبطكش القانون الرسمي. اللي هو اداة الضبط الرسمية. ولم يضبطك. العرف اللي هو وسيلة الضبط غير الرسمية. ولم يضبطك الضمير. باعتبارك ان انت حمار خالص ومعندكش اعتقاد في المزايا واحد اه ساحبنا بيتهكم على واحد محامي. يقوله هشام ده ما عندوش ضمير ابدا. يقولهم لا مش زنبه والله. ده هو لما تولد ابو والله يرحمه. قال للطبيب خد ابني ده. الحياة تبقى صعبة في الزمن اللي جاي. فعمل له جراح كده وشل له الضمير ده. فخدوا الدكتور ودخل بيه وطلع الدكتور يخبط كف بكف. وقال لابو هشام ده سبحان الله فتحت ملقيتش ضمير اصلا. فهو ما عندوش ضمير. خدوا بالكم من دلالة المداعبة دي. الضمير مش موجود جزء في الجسم. ده تصور زهني. لو لم يكن ضابط للسلوك. وهذا السلوك لم ينضبط بالمجتمع بالعرف السائد ولم ينضبط بالقانون. عايزين حاجة بقى. تضبط في علم اخر. من هنا جت. فكرة خلود الروح من مصر القديمة. قبل الديانات المسمى السماوية. ومن زمن الدولة القديمة على فكرة مش الوسطى. عشان بعض المتفيهقين يقول لك مصر مهد التوحيد اخناتون جميل اخناتون. واحنا عملنا محاضرة عن اخناتون مرة هنا وشوفنا انه مش جميل خالص يعني. ده كان خيبة تقيلة. وما نتمناش انها ترجع على مصر تاني. انما الفكرة هنا ان هذه الافكار الكبرى اللي قامت عليها الانسانية او على الاقل شاركت في اقامة بنيان الانسانية كما نفهمها. اليوم تمت في مصر القديمة طبعا والعراق والشام والصين والهند بس مصر لانها كانت اقرب الى المنطقة الوسطى. وحفزت على نفسها زمن اطول العراق كانت زمن ازمنتها كلها مرعبة. حتى لما تشوفوا الاشكال الفضيع دي بتدي. والاحساس برعب العالم موجود عند العراقيين مش عند المصريين. المصريين مش كلهم العكس. وانتوا فاكرين من تلات اربعة شهور لما قعدنا نقول يا جماعة داعش والناس اه. ما هدي خيبة كبيرة عند المصريين. منه مستريح قوي. يقول لك لا اصد ربنا هيسطرها. ايوة يعني. وكنت قاعدة نفعل على الناس والستة فين? قالت لي ما تنفعلش. تلحظ. والله مرة من تلات شهور كده. اصله يعني كانت العشرات الالاف من المقاتلة في ليبيا على الحدود. بينهم تلات اربعة ساعات. واحنا عملين يقول تسلم الاياه دي وهاها ومش عارف. طب يا سيدي ماشي تسلم الاياه دي. انتبه بقى. في خطر قريب جدا منك. وانت مريح قوي. ليه كده? وجينا في رمضان وازا بالامة المصريات تتخبل. خمسة وسبعين ساعة بس تلفزيوني درامي. واليوم فيه اربعة وعشرين ساعة. وقاعدين الرقاصة اللي عايزين يمشوها لأ مش مشوها لأ ضحكت علينا. وواحد مزيزي يقول لك لا بس انا هقعد لها. انا مش هسكت لها. يعني تقعد لأيه وتسكت لأيه? وبعدين يحصل انفصال بين جسم المجتمع وبين ولاة الامر. ونرجع نشتكي بقى من ان ولاة الامر لا يشركوا الناس في الامر. طب انت اللي امتنح. انت اللي مش اخد بالك. وتاني بفكركم ان لما سألنا عن داعش تسعين في المية من اللي على الصفحة ما عارفوش. يعني ايه داعش? ده من شهرين بس. لأن الاعلام عمال يلعب بدمغات الناس. وزي ما قلت لهم في اسكندرية وبنت من الصغيرين الطالبات. انا كنت النهاردة بتابع موضوع درفور. فلاقيتها تاني يوم. كتبه تقارير عن اللي بيحصل في درفور اللي هي حوش البيت المصري. واحنا عادي. لأن في شعور موروث في الجين الثقافي بتاع المصريين انه لا لا تمام تمام الدنيا. بس اوز علينا ان الدنيا حر. النهاردة الرطوبة عالية قوي. بس لا خلاص الشي تقرب. ده اللي شغله. ومش عارف القصص بقى التوافه اللي انتوا عارفينها دي. طبعا انا مش بتكلم عنكم انا بكلم عن مجموع او ما يسمى يعني بالعقل الجمع المصري. هو مش مشارك في الامر. على كل حال. كانت فكرة الخلود. فكرة ضابطة للسلوك. يعني لو انت نفت من القانون والناس ما شافوش اللي انت بتعمله وضميرك اتولدت من غير ضمير زي صاحبنا التاني ده. في حساب. ايه الحساب? الخلق دول وفقا للمنظور المصري القديم. امون المختفي المحتجب. نفخ في الكانات السلصالية الخنوم اللي على العجلة بيعملها. فبقى في البشر. وبيحبهم. وبعدين قال له ادامهم وسبهم زي ما حكينا في مرة سابعة وصعد للسماع. وسب لنا مجموعة الهة وسيطة كده عشان ايه? يبقوا معنا يعني في الحياة. فوق الالهة دي كلها مين? ماعت. واحنا بنشوف لما نخش المتحف المصري نلاقي التوابية الضخمة بتاعة الملوك العظام بقى. يعني لما اتعايد كده رمسيس التاني وانت ماشي. ده بقى ابن الشمس وبن الالورة. بس تلاقي الخرطشين كده وصورته وبعدين فوقها عاش في ماعت. ماعت اعلى. من الملك. اللي هو البرعاء او البرعون. الفرعون اللي هيقوله عليه بعد كده العبرانيين وبعدين العرب فرعون مش عارفين ينطقوه. ماعت اعلى. ده هو بيتشرف وبيتوسل الخلاص لنفسه بانه عاش في ماعت. العدالة يعني. بمفهومها العالي جدا. طيب امالة اللي مش هيعيش في ماعت. الفكرة المصرية القديمة انه الثواب الاعلى ان تكون موجودا. والعقاب الانكى انتفنى. عشان كده الترنيمة الاولى اللي هو في في كتاب الخروج الى النهار اللي الناس مسميه كتاب الموتى. تقول ايه? في البداية كده. انهض. لقد نديت باسمك. فلن تفنى. احنا قلنا من شوية انه بقاء الانسان او التساكن يعني اتخذ المسكن. اوجد في النفس الانسانية رغبة الدوام. هذه الرغبة ننقضها الفناء. فلما تبنت الفكرة الضابطة للسلوك الانساني في مصر القديمة متمثلة في ماعت اللي لو ما حسبتكش هنا هتتحاسب عليها في زمن اخر اللي هو يوم البعث. فانت في ميزان. والميزان ده بتحط فيلي قلبك. والقلبك ده في الناحية التانية الريشة بتاعت ماعت. عشان كده الشخص الفاضل اللي هو ما فيتهموهش حاجة. لازمنا بنقول فلن ده على رأسه ايه? يعني هو عايش في العدالة الكبرى فبالتالي هو مش قلقان. هو ماشي على رأسه ريشة. بس هي اسلوب تهكمي لان ما فيش حد على رأسه ريشة. لازم كل انسان يخشى الريشة. ريشة مين? ماعت. اللي هيتوزن بها قلبه. فايزة ما ثبتش انه كان عايش في الفضيلة وعايش في ماعت. هيحصل ايه? القلب ده هيترمي الحيوان كده زي فرس النق فيلتهمه. طب لو ما كانش هيعيش بقى خلاص في الاله في امون. دي الفكرة الاولى او الصيغة الاولى المبكرة لما سوف يسمى في التراث اليهودي باخرة الايام او اخريات هيميم. في التوراة اصفار موسى الخامسة. اللي هي اصل الديانة العبرية. لا توجد اي اشارة. لموضوع اخرة الايام. خالص. كل الكلام عن ازاي توجد العالم. طبعا احنا بنتكلم عن التوراة دي. مش عن التوراة المذكرة في القرآن. عشان ما يجيش حد ننقض له نص هنا يقول لك انت بتنقض القرآن يا سيدي لا. القرآن مش متضمن نص اسمه التوراة. هو بيقول واجدوه في التوراة والانجيل. ممكن يكون بيكلم عن التوراة تانية. مش دي. عشان بس نخلص من الاشتباك ده. وفي دراسات في كده. كتير يعني. انه القرآن كان بيكلم عن حاجة تانية. مش اليهودية دي. ولا الكتاب ده. في سفر التكوين. حواديت. يعني. لو سمعها. تلاميذ الكتتيب في مصر. في الدولة القديمة. مش الوسطة للحديثة. هيقولوا ايه الكلام الفاضي ده. ما يصحش كده. يعني ايه ان الرب متغزم الانسان. يعني ايه. يعني ايه الرب غيران من الانسان. ازاي يعني. نص بقى. النص التوراة في سفر التوراة. وقال الرب في نفسه. هو ذا الانسان قد اكل من شجرة المعرفة. فصار عارفا كواحد منه. فماذا لو اكل ايضا من شجرة الخلود. طبعا الكلام ده. ما ينضبتش معه التصورات المصرية. القديمة عن علو او ترانسندنتالية الاله. انه امون. اليهودية طبعا اتكتبت التوراة عزر الكاتب بتأييد من اه رحقة معه. ده اسمها في التوراة. عشان كده لما جاء الرب يقول له ايه ادم? انا مش يقول لك ما تكلش منه. قال له المرأة التي جعلتها معي هي التي قالت لي. ودي كان بداية ادانة الانوسة المهمة. هنا بيظهر الاله بشكل تاني جدا. وبيطرد ادم وبعدين يقع في تناقض عجيب قوي. ان ادم ده على كلامهم كان موجود من خمس سلاف سنة. اللي هم دلوقتي على ستلاف مسلا وتمنمئة سنة. ده ده الوعي اليهودي. قبل كده ما كانش فيه انسان. اصلا. في المعتقد اليهودي. طب ازاي يا جماعة عمال الله. طب رجل الطين. طب رجل السلصال. طب رجل الرملة. طب رسوم الكهوف. طب اه. مرة بقول له ولد جميل اه يعني تلمزيت اسمه جون. قلت له جون انت بتحلي ازاي مشكلة البداية البشرية في العادلة. قال لي والله انا بصدق اللي جي في الانجيل. قلت له بس ده ما رايش في الانجيل جي في الطوراء. قال لي برضو بصدق اللي جي في الطوراء. قلت له طب رسوم الكهوف. قال لي لا دي اشك فيها. طب والشواهد التاني قال لي اي حاجة غير الكتاب المقدس اشك فيه. وهو شخص طيب جدا بالمناسبة. ده الايمان. الايمان اليهودي. في حتة التناقض دي اللي يمكن العقل يتقبلها. يعني. هو كان موجود من خمس تلاف. وكان بيعيش سبعمائة تمنمائة سنة. وبعدين. في فصل في الطوراء هنا. هذه موليد ادم. يقضي يقولك على اخنوخ ومش عارف مين ومين وده ستمية. ده هم فرطة جدا. بس لو انت حسبت الكلام ده تلاقيه اكتر من عمر البشر على الارض. يعني. ازاي يعني ازا كان ده نوح تسعمائة وخمسين. وادم مش عارف تلتمية وكاة مذكورة. طب ما ده معناهم ان لسه موجودين بقى دول. ده انتم تتكلموا عن وجود موازي مش احنا. مش البشر. طيب. وبعدين ربنا ادى الوعد المشهور. وبعدين ابراهام ابراهيم والقصص دي كلها. ودخلوا مصر وطلعوا من مصر. وبعدين دخلوا عاملوا حروب الرب. اه مع هشا بن نون. وبعدين الشرائع كزا وتعملوا كزا. ويوم الفصحة. دي الطوراء. مش هتلاقي فيها كلمة. عن لا اخرة. ولا يوم حساب. ولا اه اخرة اياه ولا اي شيء من ده. نيجي بقى. للنصوص. اليهودية المتأخرة. يعني هو التناخ ده زي ما قلنا. المرة اللي فاتت في التوراة. اصفار موسى الخامسة. وبعدين مجموعة الاصفار بتاعة الانبياء الكبار. وبعدين الانبياء الصغار. اول ما نوصل للانبياء الصغار. نبدأ نشوف حالة اخرى. هتبدأ في. سفر دانيال اشارة كده. ان الحال مش هيستنى كده ابدا. والموضوع ده لازم ليه اخر. موضوع ايه. ان ابناء الرب متبهدلين في العالم. الإعلاء الوهمي غير المبرر واقعيا أو عقلانيا بيضع الذات الإنسانية في مأزق يعني لما تيجي جماعة إنسانية تقول احنا أفضل الكون ده معناه مصيبة صودة جاية شفنا كده في خبرات البشر مش هتلر قال كده النازي والجنس القاري وكسهم وضمر الأخضر واليابس واليهود كان عندهم نفس المشكلة طول الوقت احنا أبناء الرب حتى القرآن بيسخر منهم يعني بس قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباءه قل فليما يعذبكم بذنوبكم يعني مدام حبايب وكده وصنفة كده مبهدلكوا ليه البهدلة دي طبعا نفس السؤال هو فيه النهار دا أما نعرف ما نعرف بس النهار دا كتير طيب ماشي النصوص التوراتية وأصفار الأنبياء الكبار كلها تمجيد في الذات ومبلغة كبيرة جدا والتأكيد على فكرة أبناء الرب بس دا على الورق إنما في الواقع في بهدلة والشعوب عملة تدس عليهم اللي رايح واللي جاي لازم فكرة تطلعهم من دا فجات فكرة إن اللي يمدي ليها آخر دي كان بداية تشكل الوعي دا فيه أخريات هيميمين أيام شوفوا ظهرت إزاي بتقابلنا نصوص كتيرة أنا ما عرفش أعرف الضوء الأصفر العجيب دا بس على كل حال في سفر إليا بيقول ها أنا دا أرسلوا إليكم إليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم المخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على الآباء لألا آتي هو هيجي بنفسه يعني يا الله وأضرب الأرض بلعن يعني الحال اللي فيه اليهود هيخلص إزاي هيخلص إن الرب مقرر يوم معين اليوم دا بتاعي الحاجات تتضبط فيه يعني متلا أنا هنزل بقى بنفسي ودمر كل حاجة مفهوم اليوم دا مفهوم عربي عبراني مشترك يعني اللي بيعرف تاريخ العرب قبل الإسلام يعني يسمع عن يوم داحس والغبراء عارفينه تحارب البسوس ويوم كذا وحتى في الإسلام المبكر يقوله يوم بدر يعني الوقائع الملحمية وفي باب كده في الأدب العربي القديم اسمه أيام العرب الوقائع الملحمية يشار إلى الواقعة منها بلف يوم مش معناها إنها حصلت في 24 ساعة فأيام العرب ويوم داحس والغبراء ويوم مش عارف البسوس ويوم كذا دي حروب استمرت فترة بس لأنها من أيام العرب فتم التعبير عنها بمفردة يوم في أواخر العهد القديم بدأ الكلام عن يوم الرب يوم الرب هنا مش معناها من الأيام اللي احنا فاهمينه دلوقتي لأ لما نشوف النصوص اللي قابليها هنلاقيها بتشير إلى أنه اللي اتظلم ودول ربنا هيكرمهم وهيبقوا هما سياد الناس بس دا مش هيجي كده بالصدفة دا لازم له معمعة تحصل هما أضعف كيان بشري حولهم الروم والفرس وال فلازم يحصل ايه ضمار هنا بقى تيجي فكرة أو فكرة مرتبطة بيوم الرب اللي هي الحرب الكبرى المشار إليها بهرمجدون أو ارمجدون بالانجليزي دي بحسب النصوص طورتها المتأخرة الحرب الكبرى الثالثة فأصبح معركة نهاية العالم مرتبطة بفكرة يوم الرب المرتبط بالبؤس اليهودي المرتبط بالإعلاء الوهمي للذات غير المبرر في الواقع فمن هذا الشكل آخر حاجة خالص في الكتاب المقدس يعني آخر كلام في في سفر دانيال آخر إصحاح بعنوان أزمنة النهاية هو أصلا ما عندوش أمل في شيء واقعي ينتصر بقى على حاله بالرؤية عشان كده تلاقي الجزء الأخير من الكتابين المقدسين كلها أجزاء رؤياوية فدانيال بيقدم رؤية نهاية الكون يجي بعديه هشع نفس الشيء يجي بعديه ميخة نفس الشيء أنا جايب نصوص كتير بس الضوء الضوء الغريب ده مش هي خلينا نقراها كويس لا ده شديد جدا الحبقوق نفس الشيء انظروا بين الأمم وأبصروا وتحيروا حيرة لأني مش عايز بس عموما نصوص مشهورة آخر قبل الأنجيل آخر كلمة أو آخر عبارة في الكتاب المقدس يقول إيه بقى في آخر الأصفار سفر ملاخي الإصحاح يوم الرب فهو ذا يأتي اليوم المتقد كالتنور يعني الدنيا تولع وهانا ذا أرسل إليكم ابني قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف يبقى في رؤية يعني نص بيعتمد على ما مش على واقع وجوه البشارة البشارة هي إيه بقى هي الإنجيلة هو العهد الجديد ينتهي إزاي العهد الجديد لأنه المسيحية عاشت نفس الأزمة بس مش عايزين نخط فيها دلوقتي علشان من تش بس تفاصيلها في كتاب اللوات العرب اللي يهمنا دلوقتي إنه آخر نص مقدس في العهد الجديد يطابق ويوازي ويصاوق آخر نص في العهد القديم كأنها فيش حاجة بتتغير آخر نص هنا رؤية يوحن اللاهوتي كلها نفس الشيء تحية بتبدأ كده تحية يوحن إلى السبع كنائس ماشي بيقول لكم في سلام وكذا وكذا وبعدين يقول لهم أنا يوحن أخوكم وشارككم ومش عارف إيه بقول لكم أنا شفت إيه ويبدأ بقى يقول كلام ملايكة نزلت مش عارف سبع ملايكة والملاكة السادس مش عارف عمل إيه وبعدين يقطع مش كأن واحد بيحلم وبس كأنه طبعا هو ده مقدس عند الناس فأنا يعني هنتقي الألفاظ صورة زهنية شبهة بالوحي بس كلها طردية إنه هتحصل معارق كبرى وضمار شديد والملايكة هتمزل وهتخرب والوحش هيتطلع من الأرض ده إصحاح الوحش الخارج من الأرض والسبع السبع ضربات اللي الرب هيدربهم للأرض وسبعة جامات من غضب الله ده إصحاح تاني والمسيح في السماء يبدأ يبان وسقوط بابل اللي هي رمز الحضارة يعني عندهم وخراب مصر والراكب على الحصان ودينونة الأموات هنا بقى يبدأ مفهوم أخرياتها يا ميم مين اللي قال الوليد اللي قال لي ما تشربش حاجة بعد المحاضرة اللي فاتت حد قاعد يقوله فين الفيديو فين الفيديو وهنا اللي بيبعتوه لساق فبعتوه بعد أسبوعين كده ولا عشر تيام ولا حاجة فأول رسالة جاتني إزاي يا دكتور بتشرب لمون كده مش حاجة مقفولة حد ضامن دينونة الأموات إحنا عارفين طبعا المسيحية ديانة محترمة وكبيرة وكل حاجة بس الخلفية الثقافية بتاعتها إيه مصر الأديمة واليونان مش كده ومصر الأديمة عندها تصور محدد جدا ومنضبط جدا للحساب في الأخرة وهنا بين دا وبين دا في ألف سنة بين العهدين الأديم الجديد في رؤية يحنى اللاهوتي اللاهوة تقريبا القرن التاني الميلادي القرن التاني الميلادي حل المسيحيين في العالم مطابق لحل اليهود يعني حتى ما كانش فيه تمييز على فكرة الرومان لحد القرن التاني متين وشوية كمان يعني بداية التالت ما كانش عندهم تصور واضح أنه دول ديانتين وأول حد يعمل الحاجة كان قديس أوريجانوس أوريجين لما مامية أم الأمبراطور قالت لهم طب بعتولنا حد بس يفاهر فبعتولنا حد فيلسوف دارس في المدرسة الفلسفية بتاعت اسكندرية فرح وضح لها رح لرومة يعني من اسكندرية وضح لها أن لا دي دي أنا تانية هنا أو من التاريخ ده النصف الأول من القرن التالت هيبدأ يخف الضغط الروماني على المسيحية وتم طبعا اللغوش على الموضوع ده يعني إخواننا هنا في الكنيسة بيعتبروا 284 ده التاريخ الرسم بتاعنا ليه يا شباب قال لك لأن ده تاريخ ديقليديانوس ليه ديقليديانوس اللي هو ديوكليشن يعني لأن ده اللي كان بيتطهد عصر الاضطهاد الكزا وده تاريخ الشهداء ده ديقليديانوس ده هو اللي حط مسودة مرسوم ميلانو للتسامح من الديانات اللي هيصدره بعد كده قسطنطين الكبير فازاي يعني ده مفروض العكس أمان لو كده عاملن له ليه العمود بتاع عمود السواري اللي في اسكندرية ده انتم عاملنهوله عشك راجل كويس وقال لهم بطالوا بقى اللي تلأدم مع الناس دي خلاص صبوهم وهم اللي بقوا يقتلوا بعض بعد كده انما الاضطهاد الروماني للمسيحية كان مرتبط بوعيها أو بوعيهم الرومان بالارتباط بين اليهود اللي عاملين مشاكل أو بيحلموا ان فيه ملك ما اخدوا بالكم المسيح المشيح هو ايه تعريفه ملك اليهود وروما عندها مشكلة في الحكاية دي مش عايزة الامبراطورية تبقى متقسمة لانه بيقولوا هتقسم ليه ما كل واحد بياخد حقه في اي حتة اللي في كابادوكيا اللي ناحية تركيا دلوقتي زي اللي في مصر زي اللي في تونس احنا ما مميزش حد عن حد وكل الطرق تؤدي الى روما والامبراطور ده بيبقى اقوى واحد في العسكر يطلع بقى سيبتيموس سيفيروس ده اللي هو من ليبيا او يعني من المدن الخمسة الغربية ماشي يطلع يطلع قسطنطين اللي من الروها من العقاق الماشي ما دام هو قائد اقوى مجموعة خلاص فالنزعات الانفصالية غير مبررة دانتونوين بقى تعملوا اجرام فكانوا بيتطهدوم والتهدوم فعلا وهدلهم العاصمة بتاعتهم ارشاليم سنة كام صح مين الشطرة دي ايوة الشطرة بس بيش باينة تح طيب الشطرة بقى تقول لنا اتبانت مدينة اسمها ايه اليا واخر نص شفناه في العهد القديم بيقول اليا جاي خدوا بالكم بالتشابه بين اليا في الع smash الناح scholarship واخر تواقف helping اقول ان اردى بالتشابه بيش اخيل وいて اليا لنا وبالتشابه ان اطرد mouvementه فلا فلا خلاص? كنا بنقول ايه? يبقى التشابه اللفظي بين اليا الاشارة القاتية من السماء واليا المدينة المسيحية زي ما قلت لكم الشعر اللي فات الناس عمالة تموت وهم قصة مش عارفين بيموتوا ليه? ويموتون الناس عشان هم انصار بيت المقدس? وده معناه ان هم انصار الفكر اليهودي والصهيوني. لان بيت المقدس ده مفهوم عبراني. مفيش في الاسلام حاجة اسمها بيت المقدس. خالص. ولا المسلمين الاوائل ولا الصحابة ولا التابعين عرفوا حاجة اسمها بيت المقدس. الوليد ابن عبد الملك تاني اتنين وستين هجرية عمل الضليلة. اللي اتعمل جنبيها مسجد. رحت الناس مساميها المسجد الاقصى. وتيجي البنت الصحفية تقول يوسف زدان ينكر الاسراء والمعراج. ده اللي فهمته. وخليهم كده يبوزوا الشغل الثقافي في مصر بسبب الاعلام مش عايزة نفعل. مش عايزة نفعل. بس لا بجد فعلا هي حاجة سخيفة. ان احنا نقعد ساعتين نتكلم فافكار مرتبطة بحاجات بنقولها من الشهور عشان نكون صورة زهنية. ونتعب ازهنة في القول وفي الاستماع. وبعدين يجي ولد او بنته صغيرين في مش عارف الحاجات الصحفية دي. ويجي لقيت كلمة اولا هو مش فاهم. ولقيتها في حوالي مية وخمسين جورنان. يا ستي ما تقطعنيش. انا ما بقى مركز. لحزة بس. ده اخدار يعني عبث صبياني غير مسؤول طبعا لانه محدش قال لهم يعني ايه اعلامه يعني ايه صحافة. فخلاص هو عايز يلقط كلمة وبعدين كانت بين ايه بالفيديو يوزف زدان ينكر الاسراء والمعراض طب ده الاسراء والمعراض معلوم من الدين بالضرورة. الله. هو طبعا انا عارف ان البنت اقول الوالد اللي كتب كده هو مش قصد حاجة. هو بي عبطى. اشوف الفيديو ما انا عارف اللي انا قلته. ما فهوش الكلام. بس طبعا التاني يعجبه العنوان يجي نقله. نقله 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 وينشره كده. فييجي على الوقت فكرة. ان انا انكرت الاسراء والمعراض. فييجي واحد من ولاد الحلال. بقول لك ربنا خلصنا منه. خلاص? وبعدين نعمل بقى احلل الاصول الداعشية والقصص وبتاعها. نعمل لسه نحلل. اه دي. بتكون بسبب يعني خيبة من الخيبات التفهة جدا. اقلها بلاش نوصل للمشاهد الدراماتيكية دي. اقلها انه غيب عن الناس الفكرة. ان احنا بنحلل تراث متصل جدا ومتشابك ومش هنفهم. عشان تبقوا عارفين بس. مش هنفهم الاسلام الا لما نفهم المسيحية واليهودية. لا يمكن. وكل واحد متصور انه دين الحق خليك بقى قاعد في اللي انت متصوره ده بس مش هتفهمه ابدا. حتى بنص الاحاديث. نرجع طيب لموضوعنا. انه افكار زي خلود الروح. يوم الدينونة يعني يوم الايامة. الحساب. دي افكار كانت موجودة في مصر الاديمة. ومش موجودة في التوراة. وموجودة في نهاية اسفار الانبياء السرارة اللي هي اخر شيء في العهد القديم. وموجودة في التراث المسيحة او في العهد الجديد في اخر سفر اللي هي رؤية يوحنة. اللي هي بتنتقي بان المسيح قاتن سريعا. نطلع من ده بايه? بانه ازمة الجماعات الانسانية المبطهدة تؤدي الى اعلاء وهمي بالذات. الاعلاء الوهمي للذات يؤدي الى مأزق حضاري. نضطر فيه الى اللجوء للرؤية. والاستعانة بتراث قديم يتم ادخاله في المنظومة العقائدية الجديدة. فتظهر في اليهودية التلمودية. فكرة يوم الايامة. والتلمود ده جهد بشر. انما التوراه الاسفار الخامسة. والتناخ كله اللي هو الاسفار مع اه التوراه مع الاسفار ما فيهوش يوم الايامة. مش موجود. ده موجود في المسيحية عشال عمق المصري بتاعها. وطبعا موجود في الاسلام. بس تطوره ده كان مرتبط بفكرة خطيرة جدا اللي هي دي بقى. الهيصة دي. انا ما لما قالوا لي بقات الكتب ده هرم جدون. انا جبت الكتاب اندول بالذات ليه? لانه في الوعي اليهودي المتأخر. والوعي المسيحي الوسيط. والوعي الاسلامي المأزوم. فين شغال بخراب العالم. ليه? لان ده يبرر. ويمرر. الحالة اللي بيكون فيها المضطهدين. خلاص الايامة الرابط. خلاص العلامات. وتبكل. الاشارات عارفين عندنا في الاسلام يقول لك ايه? اشرات الساعة الكبرى والصغرى. روحوا هنا في محطة مصر رمسيس. اشرات الساعة الكبرى والصغرى. ولا مش عارفوا ايه? وظهور المسيخ الدجال وعمل لك واحدة عملت كده. ومش عارف. نفس الكلام ده موجود في المسيحية وموجود في اليهودية المتأخرة. الكتاب ده بقى معركة هرمجدون وتأسيس مملكة الرب. اللي هي بقى ان العالم يرجع ينضبط. تأليف كارلونة جيزن. ماشي. وترجمت ومراجعة احمد علي. احمد علي. لا. اه احمد علي. ومراجعة الاستاذ محمد عشور. كل دول بهاقيين. استعملوا. انا مش هادر لخصوا لك الكتاب لان الوقت. بس راحوا مستعملين الكلام اللي موجود في اليهودية. وفي المسيحية. وفي الاسلام. مهم انتو عارفين البابية والبهاقية يعني عقيدة ناسخة للاسلام. مش ناسخة يعني. اه. هم بيقولوا النسخة. شراعة الاسلام. تطوير يعني ليها. بس لانه هم متهدين. والدولة الشاه في ايران بتعدم البهاق الله. والدولة العثمانية لما هربوا وراحوا للشام وجنوب الانادول بيطردهم وبينفوهم. فحصل نفسه. يبدأ يستدعي من التراث السابق عليه نفس الفكرة. وتبقى هرم جدون من العقادة الاساسية عند البهاقية. الكتاب التاني هرم جدون اخر بيان يا امة الاسلام. ده بقى راجل شيخ ازهاري. اه سني. الاصول اللي بيعتمد عليها الكتاب. هؤلاء اتنين تفهين على فكرة. وآآ. وقرأتهم مالهاش لازمة الا الغرض بحثي يعني. ننفهوش اي افادة. بس الاستشهادات اللي في الكتاب ده هي اللي في كتاب ده. بس ده عشان يقول ان البهائية ربنا هيكرمها وهتبقى تمام وده عشان يقول ان الاسلام ربنا هيكرمه وهيبقى تمام. واليهود علشان نفس الشيء. والمسيحيين عشان نفس الشيء. ويطلع لنا شهود يهوة اللي احنا مش فاهمين هم مسيحيين ولا يهود دول. بس فكرة جماعة متهضة ترى الحل في الضمار التام عشان نبدأ من جديد. ودي احدى السمات الاساسية للجماعات الدينية المسلحة. لابد ان تجد عندها هذا الادمان لفكرة ضمار العالم. ولما تشوف مثلا اللي هي كانت الجماعة الاسلامية ولا تكفروا الهجرة ولا مش عارف داعش ولا دامل ولا الهم ده كله. تجد في تكوينهم الفكرة دايما المشاهد الرؤيوية دي بتاعت الثعبان الاقرع في القبر وزهور المسيح الدجال. ليه? لان دي اللي بتهيى النفس الانسانية لحالة الفناء التام المشتهى في المنطقة العميقة من الانسان. اللي بترده للحالة اللي بدأنا بها المخضرة. لما كان متحرر من كل شيء. بيموت. يعني يقتل ويتقتل. زي شفيق كده. يفتك ويفتك به. يسلب نساء الاخرين وتسلب منه نسائه. طبعا احنا نشوف ان دي حالة صعبة. بس كمان الحضارة حالة صعبة. ليه? لانها بتكتف الانسان. التكتيفة الاولى بالضبط الرسمي. التكتيفة التانية بالضبط العرفي. التكتيفة التالتة بالضمير. التكتيفة الربعة بالاخرة. او الحساب. لان خلال كده اصبح التلت ديانات اللي هم ديانة واحدة يعني انتهى بيهم الامر ان هم بيقولوا بيوم الايامة. جات اه مباشرة في الاسلام. بس في المسيحية اخدت يعني شويتات الليلين خلاص في القرن التلتة على طول. اليهودية علشان تفتح مخها للقصة دي عادة ستمائة سبعمائة سنة. مش يواخدين بالهم اصلا من الموضوع. انما النتيجة واحدة. يجي بقى الانسان عايز اقو فيها اية. بل يريد الانسان ليفجر امامه. طحفة طبعا التعبير ده. ننسى الجانب العقائدي من الموضوع ونشوف الصيغة اللغوية. ان الانسان فيه حتة كده. وفيه ارادة. انه يفجر. ويجيب اخر الامور. بس مين هيسمحلو? في اه الشرطة. نهد الشرطة. في الجيش. نهد الجيش. في ده ده انا لقيت استاذ في كلية الفنون كاتب الشهر اللي فات على صفحته في الفيسبوك. سيسي ايه? وجيش ايه? وشرطة ايه? لابد من هجم هزي الكنات الفاسدة وتأسيس المجتمع من جديد. طبعا انا لو شفت ولد في خمسة ابتدائي كاتب الكلام ده هتصل بيا اقول له اختشي. هيقول حضر يا عمو. طب ده بقى الاستاذ ان شاء الله وعنده خمسة وستين سنة هنقول له ايه? هنقول له ان انت ده انت ما تلحقش نص يوم بس. يعني هد الانظمة الضابطة للمجتمع المصري في نص يوم. تنتهي. وخدوا بالكو اللي كان المصري كان ضعيف. جدا. ونبطل بقى الاوهام اللي احنا من نوع سبع تلا. لا ضعيف لانو مش نتعلم كويس. ضعيف لان اقتصاده هش جدا. ضعيف لانو مش متجانس. دي المعايير اللي بنحكم بها على قوة المجتمعات. ضعيف لانو مفهوش ابتكارات. في احواطات وفي انسحابات وفي الحاجات اللي احنا عرفينها دي ونور بيقطعوا كلام من ده. وفي امل طبعا انه يتحسن. انما لو نظرنا الى المجتمع المصري نظرة موضوعية علمية لا مش قوي. ده محتاج تقوية كبرى بالمعرفة بالتعليم بالمشروعات اللي هي بدأت الفترة دي. وما حدش عجبه برضو. يعني يقول لقلت سويس ليه ما يصلحوا الكهرباء الاول. طب ما ده ما صار وده ما صار. يعني خلي يسحب شوية عمالة. يقول لك ما بدل ما يسحب عمالة ما يعلوا المرتبات الاول. كده. وقعدين للاشتراكين الثوريين مش عايز بقى اتكلم عن حد. انما الناس اللي عملت الدلع قوي دي لازم نقول لهم الحكاية مش برح كده زي ما انتم فاهمين. يا اخي بص يمينك. بص على ليبيا. بص على السودان. بص على بص على اليمن. اللي الحسين محاصين العاصمة. وكتب اقول للدكتورة اللي جاية من اليمن ده ده بس يفلت العيار. خمسين ستين الف واحد قعدين من اليمن دي. وتلاتين اكبرين الف قعدين من اليمن دي. وبس واحد يدس عليه فييموت. خلاص من عرفش نلم الدنيا تاني. فالناس اللي هي عمالة يعني ايه تتدلع قوي دي فوت الكسف على نفسها. ويقوموا بدور حقيقي بقى. نرجع ليه? او نختتم الكلام بالنزعة الرؤية وارتبطها بالفعل التدميري. الكامل في الانسان في ازمنته الاطول. عمرا. بتتم استعادتها عبر اشراط الساعة. عبر هرمج الدون. عبر انه حد بيقول لك بص خلاص الدنيا هضبوز. والزلازل طبعا ده هنا نصوص مرعبة على هيحصل في مصر. واللي هيكلوا بعض. وهيقطعوا بعض. ومش عارف كزا. وانت يا ابنة ارشاليم هتبقي مش عارف كزا. وتكدب الكلام ده في وقت ما فيش ارشاليم اصلا. كانت تدمرت. عكسه بقى الحس الحضاري. الحس الحضاري حس تخطيطي بعيد المدى. عشان كده نسأل حد في مصر دلوقتي عندنا الشهر الجاي مش يقول لك يا عمي لما يبقى يجي الشهر الجاي. تيجي تسأل حد في اوروبا تقول له في عندنا مؤتمر بعد سنتين يقول لك امتى في مارس? لا في مارس. لا انا عندي ارتباط في اول مارس وعندي ارتباط في اخر مارس. فده بيتكلم على الفين وستاشر. لانه المشروع الفلان اصلا هيبدأ مش عارف كزا. في فكرة المدى. ويبقى الواحد عنده تمانين سنة وخلاص وبيدور على المقويات ولا مش عارف ايه علشان يفضل. التاني بقى لا. بيستجيب للرغبة الدفينة الخاصة بافناء الذات. بما في ذلك ذاته هو. فيصبح الدمار ما الناس بتستغرب الله ايه داعش يدبح? ايوه عادي. ليه? لانه هو مذبوح على مستوى وعيه. اصلا. بيخرب ايوه. يهد المشاد وي مش عارف ايه. والفتوى بتاعت انبارح. يعني لسه بيبدأ مجتمعه سي عبدالبغدادي ده ولا اسمه ايه? فيقول لك حرق كتب الشيخ الاكبر ابن عربي. انت اول ما تشتح تنطح. يعني ده ابن عربي بتقعد بتقعد الناس اللي واخده دكتورا منو السربون قدام عباراته وتشيل وتحط وتعمل كده. وقلتلكم مرة لما قعد انا ونصر ابو زيد نص يوم نتناقش في نص عبارة. نزول الحمام يقيد الاقدام. وهو ابن عربي كان بيشتغل على تيمة الضبط الذهني للعبارة للمخطط مش متشكلة. فقال هي نزول الحمام يقيد الاقدام? يعني وصول الوردات الالهية للصوفي يجعله حريص اكتر في سيره في الحياة? ولا هي نزول الحمام اللي هو الموت يقيد الاقدام على انقطع العمل? ولا هي نزول الحمام يقيد الاقدام بمعنى ان في التجربة الصوفية انت مش بتمشي على رجليك انت بتستعمل اطرافك الاخرى لانك بتسبح. ومفهوم السباحة من المفاهيم الصوفية واخدنا بحرا وقف الانبياء على ساحلي الى اخير. ده ده في ربع كلمة. انما لما يجي واحد سبنا بقى من انهما مضربينه امريكا ولا الكلام له بل ده? لا. ده من جسم الثقافة الاسلامية. عشان بس نبقى واضحين. ومدعوم بما لا حصر له من نصوص المستوى التاني. الى الاحاديث. ونختم بقى باستنارة. علشان بعض الشباب الزكي اللي ما تعلمش كويس. شغل دلوقتي عمال يشتم على الامام البخاري. قال بخاري. قال مخرف. قال مش عارف الايه. الكلام ده ما يصحش. ليه? البخاري ده راجل باحث. اولا هو خالف قعدة اسلامية. ومات متهضا هو ومسلم والامام مسئل اتنين. لان كانوا بيجمعوا الاحاديث وكانش وفوت الجمع عشان ما تشوشش عن الناس. انما ماشي. جمعوها. الممكن ما جاء نتكلم على الاسرائيليات على فكرة. بس خلينا اقول لكم الحتة دي. هو اسم صحيح البخاري. وصحيح مسلم. فالناس اهلنا الطيبين. لانه متعلم مش كويس في المدارس. مفكرين انه صحيح البخاري يعني اللي فيك كلام الصحيح. وصحيح مسلم يعني اللي فيك كلام لأ. ده ما صح اسناده. يعني التسلسل التسلسل بتاع الرواه له مستويات. مستوى اسمه مقطوع. يعني فلان ده مات واللي روا عنه ده ما كانش يستولد. فالسند مقطوع. او. فيه اتنين مقابلوش بعض. ضعيف. يبقى مرتبة هذا الحديث انه ضعيف. او ان في سلسلة الرواه في واحد كان سكري وبيجدب على الخليفة وبيجدب على الناه فهو مشهور بالكذب. وده اللي منه بقى علم الجرحة والتعديل. فبالتالي الحديث درجته ايه موضوع. موضوع. وحسن. ومقطوع. وصحيح دي مراتب اسناد. ملهاش دعوة بالنص نفسه. ائمة علم الحديث النبوى ما عرفش ليه الازهر ما بقولش الكلام ده للناس. اشهر محدس في تاريخ الاسلام اسمه ابن الصلاح. في العصور الوسطى يعني. قال كده. الاحديث النبوية ليست يقينية. عشان فيه العنصر البشري فيها. وانتو عارفين عبارة ابن نفيسه اللي قال لكم كزا مرة. وبدأت بها الرواب تاع. واما الاخبار والتي بين ايدينا الان. فانما نتبع فيها غالب الظن. للعلم المحقق. فبالتالي يقول لك يا اخي اسمع ورد في صحيح الحديث. ده حاجة من الاتنين يا مش فاهم يا بينصب عن الناس. يعني اول ما حد يعمل لكم كده ويقول لك وقد ورد في الحديثة تقول لي انت حمار يا مش فاهم. يا متآمر. لان ما فيش حاجة كده. وبعدين فجأة طلعت لنا كلمة من عشرين تلاثين سنة. والحديث هو المصدر الثاني للتشريع. جبت منين الكلام ده? قال لك اوفد النبي مش عارف مين الى اليمن وقال له بما تحكم قلب كتاب رسول الله وثم قال له بحديث رسول الله ثم وهو حديث صحيح. صحيح الاسناد. مش صحيح المحتوى. وبالتالي الجهد الكبير اللي جمعوا اللي بزلوا البخاري في جمع الاحاديث ده جهد بحسي. مش جهد عقائدي. ولا يصح ان احنا انتقدوا عليه. هو بيشوف مين قابل مين ومين ما قابلش مين. فبيحط ما صح اسناده. وكذلك بقى الحاكم في المستدرك. والامام مسلم في الصحيح. والموطأ للامام. وهكذا. انما احنا نخلط كده المفاهيم ببعض. هذا ما يؤدي الى التشويش على تشويش. وبالتالي نقعد نشتكي. احنا ليه ما بنتقدمش? مع انتها تتقدم ازاي? لا قادر تضبط لغتك. ولا قادر تضبط افكارك. مستني ايه? يعني ازا هتتقدم? هيجو اليهود يقدموك? هيجي الامريكان يرفعوك ازاي يعني? تقدم مسئولية كل متقدم. والتقهكر مسئولية المتقهكرين. بس بدل ما يعترفوا بالمسئولية? لا عايز الدنيا تخرب بقى. ده من من وكان فيه بقى النبوءات بتاع نستراداموس والا ونهاية العالم والفين واتناشر. لا لا في الرجل المتنبوء ده الفين وواحد ما زبطتش. دخلنا بقى في الفين واتناشر والميديا بقى. اليهودية والا انا جبت مرة سدهاية عليها عشر افلام كلهم عن نهاية العالم في الفين واتناشر. كانت نهاية نحن. وهم ظروفهم اتحسنت وتجاوزوا الازمة المالية بتاعت العقارات وافلاس البنوك واحنا اتوحلنا. طب ناخد بالنا بقى من الكلام ده؟ ونلتقي الشهر الجاي غالبا غالبا مع الاسرائيليات ونقدر ناخد سؤالين لو تحبوا يعني. سؤال اتنين. اه تلا بس انا بدخل العنص اربعة اوكي. يلا تفضلي. عبط. ما لايهش علاقة. ما انا شرحت في المحاضرة اللي فاتت. طيب هجمع الحاجات اللي من النوع ده ونعمل فيهم محاضرة. اللي هي ايه? اسباب الخلط بين افكار معينة نظرا لتشابهات لفظية او اشتراك في المعنى بيؤدي الى التشويش. هاعد عليهم كده وبس هعملها هنا في القارة مش في اسكندرا. او يعني في اسكندرا بتتحطي على اليوتيوب هتقدر تشوفيها في الحالتين. فضلي فان. اه. 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 فحارة اليهود اه. الجيتو اليهودي بيبقى في حتة اسمها حارة القرائين. القرائين نوع او جماعة من اليهود. ودول يشبهوا اللي عندنا في الاسلام المعتزلة. دول اكتر ناس بتفهم فيهم. وفي المقابل وفي المقابل في المقابلين اللي الصوفية ده يتقال عليهم القبالة. بس صبعا مع اختلاف. اه دي برضو من الحاجات اللي ممكن نضمها في المحاضرة بتاعت المشترك بين حسداي. الحسديين. فرقة فرقة اسمهم الحسدين. لا. اتكلمنا عنهم في اول السنة. تفضل. نعم. اه. بس دي يا جماعة عملنا فيها محاضرة كاملة المخلص. مش كده? شوفها بقى على اليوتيوب. يعني اخذوا بالكم موضوع اليهوديات ده. هي صعوبته مش انه طويل ومعاقب. صعوبته في ارتباطاته بالتراسيات الاخرى. وانا هنا مش بقدم محاضرات مدرسية. انا بعمل جهد على مستوى الوعي العام. مش كده بابقى بربط بين سياقات مختلفة. اخر سؤال. اتفضلي. اه ما احنا لسه في الساعتين اهو. هقولك على حاجة. ده موجود في القرآن. شفوهولي كده. في اي استشهادات في قرون الهجرية التالتة الاولى مش هتلاقيه. يعني انزلي دلوقتي محطة مصر هتلاقي كوم من الكتب دي. الخاصة بيوم الايام والموسيقى الدجال وعلامات واشرات الساعة ومنتشر. ليه? لان المسلمين في ازمة. لما كانوا بيبنوا فعلا دول. وفي حضارة بتقوم وقدموا طبعا حضارة عظيمة. مش كلام. المسلمين. ما كانش فيه اتمام بالحكاية دي. لا شفنا شرح لمشاهد الايامة. ولا شفنا نكد. ولا شفنا فقه عمالية. يعني اخرتهم ساعتا كان يقول لك ايه? ما تبلاش خمرة كتير كده. وهم عارفين الخليفة بيشرب. فمش قادرين يدوسوا قوي. والواحد يصلي ازاي? وتبدأ بقى الاتجاهات التصوفية. وتلاقي الصلة بين الصفاء والفقهاء. تروح اه احمد ابن حلبة اللي هو اكسر يعني المتشددين في الفروع. تجي له واحدة تقول له النبي لو سمحت يا شيخ نعم ستي. احنا بنغزل على بيتنا وفي الجماعة بتوع الحكومة بيعدوا بالمشاعر بتوع فبنغزل على ضقها. ده يبقى حرام ولا حلال. فيبكي. يقول لها انت مين? تقول له انا اخته فلان واحد صوفي يعني. يقول لها من بيتكم يخرج الورع. لا تغزلي في شعاعها. اخزن بالاحوط يعني. دي اللي كان نشغلهم في القرن الاول والتاني. والمعتزلة. وازاي نقول ولا ما نقولش. والاشاعرة بيحاولوا يا توسطه. فكر. انما اول ما خابت الدنيا. يطلع لك بقى البشعين دول. الصعبان الاقرع. بتنكر الاقرع? يبقى قضية امن دولة. ليه? عشان انكرت معلوما من الدين بالضرورة. ودي من العبارات اللي تجنن. يعني يا جماعة ما تحددونا يعني ايه هو اللي معلوم من الدين بالضرورة? هل شهادة لقى لها الا الله بعتبارها شركة الاسلام? ماشي. هل البنية الاسلام على خمسة اللي هي السلام الخمسة? مفهومش الاقرع. مفهومش عزاب القبر. هو بقى يجي سايب كل ده. وسايب الناس اللي بتتدبح وبتتباع في الشوارع. والوحدة تبقى بكام? لا تبخدي بكام. وطبعا كل ده هيخلص. يعني مش ان شاء الله يعني ان شاء الله طبعا. بس هيخلص لما التوازنات الدولية يبقى ملهاش معنى وجود داعش. بس. ساعتها يا شاء الله. هو بقى مش مهتم بداه. مهتم بان في واحد قال في بتاع دي. قال والصراحة يعني عذاب القبرى. وقال اه اسدزة الازهر. عاملين قال مش عارف قضية واحدة للنائب العام. عشان مش عارف اه فلان يتحكم. لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. مين ايه هو اللي معلوم من الدين بالضرورة? ايه هو? اللي انتم معتقدينه في الصعبان الاقرع? خلاص? هو ده بقى الاسلام? ودايما المشاهد الرؤياوية بقى بتاع الضمار. يبدأ. انما هتلاقي طول التلات قرون الاولى فيش الكلام النص الديني نص ايقوني. يعني هيفاموه المسيحيين طبعا دي. يعني يعني ماشي 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 يعني محدود بذاته. خلاص? فانتي بتشوفيه ازاي? ما هما في القرن التاني والتالت كانوا مشغولين ايضا بالنص الديني. بس على مستوى ايه? يدوا الله فوق ايديهم. هل معناها ان الله له يد? ولا بمعنى عناية الله? فتطلع المعتزلة. فييجي ابو الحسى الاشاعر قل لك لأ انتو زودتوها قوي كده لأ احنا بص ناخده من السنة شوية ومن اللي مش عارف ايه شوية. فيبقى الاشاعرة. ده اللي انشغال بالنص. دلوقتي ساب النص الاول اللي هو القرآن وشغل على النص التاني في التفاريع الرؤياوية المنذرة بضمار العالم. لانها انعكاس او يعني لاحساسه هو التدميري اللي احنا بنقول على النزعة الداعشية. نلتقي في الشعر المتحدة.